فريق عمل المحافع المدئية بمنتدى ترسان السنة يقطم لكم إنكم اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ الكامل أو ما جرى هذا أو آتيكم بالأدلة الكثيرة التي كشف عنها البخاري وغيره من أهل السنة أو آتيكم بالأدلة الكثيرة التي ذكرها أصحاب التراجم في هذا المضمار أيضا إنكم اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ في ماذا حينما ادعيتم أن كتاب الله جل وعلا ليس هو بالكامل على الإطلاق إذن ادعيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى آيات وآيات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات ثانيا إنكم قلتم أو أن بعضكم قالوا وأنتم على الزعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرف الكلمة عن مواضعه في قضية الوصي بمعنى افتريتم حديثا وزعمتم أن النبي قاله والنبي صلى الله عليه وسلم منه براء ألا وهو لكل نبي وصي ووصي هو علي كذب افك واضح وشر فاضح ولذلك عبد الله بن سبأ استغل هذا التأليف الذي جاء من قبله ومن قبل المجرمين من أمثاله وأخذ يقوله في أهل مصر وبثه في أهل البصرة وفي أهل الكوفة وفي سائر الأقطار والأمصار يقول قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي وصي ووصي هو علي وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بحرف واحد من هذا الكلام على الإطلاق وهو منه براء ولذلك أنت زرعت الأمر في قلوب الناس الذين اتبعوك على أن علي هو الوصي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن النبي خان الأمة حينما لم يمكن لعلي من قبل وفاته على الإطلاق حتى يكون هو الوصي الحقيقي وأنت بذلك أيضا تقول وتدعي أياما كنت على هذا الفكر أن أبا بكر سلب علي حقه وأن عمر سلب علي حقه وأن عثمان سلب علي حقه لا وربي افك واضح وشر فاضح بل إن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوقر الخلف الراشدين الثلاثة الذين سبقوا الدليل على ذلك أن علي كان يحب أبا بكر حبا جمى وكان يحب عمر حبا جمى وكان يحب عثمان حبا جمى وكان يقف مع هؤلاء في الاستشارات وفي كافة الأمور الشرعية بل إن يوضح الأمر أكثر في أول خطبة لعلي لما بوع بالخلافة وصعد على المنبر أثنى بعد أن حمد الله وأثنى عليه أثنى على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو عنه راضي ثم أثنى عن صاحبي أيضا أثنى على عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راضي ثم أثنى على عثمان وقال لا تقول يا حراق المصاحف إلى آخر ما جاء في خطبته أثنى على الثلاثة أثنى على الثلاثة إذن أنتم تدعون حب علي وأنتم تدعون الأمر في علي وإن علي منكم براق بل أسألكم سؤالا حينما تقولون بأن القرآن محرف أقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآن غير الذي بأيدينا هل قرأ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قرآنا غير الذي بأيدينا هل قرأ عثمان قرآنا غير الذي بأيدينا علي الذي تعبدونه من دون الله هل قرأ قرآنا غير الذي بأيدينا إن علي رضي الله عنه وأرضاه أما هم بهذا القرآن فكان يفتتحه من فاتحة الكتاب وينتهي بصورة الناس ما زاد حرفا ولا نقص حرفا على الإطلاق إذن من الكذاب من الدعي من الأثم أنتم إن علي آمل بهذا الكتاب ما زاد عليه حرفا أبدا وما نقص منه حرفا على الإطلاق إن علي أن كان يأم الناس بهذا القرآن ثم إنكم تعبدون الحسين من بعد علي من دون الله جل وعلا أسألكم سؤالا وردوا علي أجيبوا علي هل قرأ حسين بغير هذا القرآن الذي بأيدينا هل قرأ الحسين بقرآن لا نعلمه على الإطلاق هل قال الحسين بأن قرآنا غير الذي بأيدينا خفي عنا جميعا أبدا والله أبدا والله إذن علي منكم براء والحسين منكم براء قلت اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ بنسبة لهذه الأمور وقلتم إن علي هو الوصي ايتني بذرة ايتني بآثاره تقول بأن علي هو الوصي لو كان علي هو الوصي لما ترك الأمر على الإطلاق ولجاهن في الله فيه جهادا عظيمة إلا أن علي بايع أبا بكر مرتين لم يبايعه مرة واحدة الموحدون بايعوا أبا بكر مرة واحدة علي رضي الله عنه وأرضاه بايع أبا بكر مرتين ماذا أقول لكم بعد ذلك يا عباد الله بايع عمر على رؤوس الأشهاد وكان يحب عمر وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحبه ويدنيه ويكنيه يا أبا الحسن في كل مجلس ويأخذ برأيه ومشورته ويستفتيه في كل صغيرة وفي كل كبيرة وكان قريبا من عثمان وذب عن عثمان في الفتنة وأوقف الحسن والحسين على باب عثمان للدفاع عن عثمان وللذب عن عثمان إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال الله أكبر